مصري ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسرين والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آل وأصحابه ومن ولا أريد أن أقول لبناتي وليحفظنا عني هذه العبارة نتحدث عن عاطفة الحب من أول اللقاء إلى الآن وقلنا بأنها من أجل النعم لا نقاش في هذا وهي سر اجتماع الناس وتعايش الناس نريد أن نقول هذه العاطفة إن لم تكن سببا في مزيد من العزة والكرامة لي فلا حاجة لنا فيها نعم والعزة والكرامة التي أتحدث عنها هي رصيد كل فتاة رصيدها من الحياء والعفة والكرامة والعزة هذا رأس مالها الذي ينظر إليه الخطاب أو الخاطبون فيتوجهون إلى البيوت الكريمة وما دم تتمسكين بالقيم والأخلاقيات الرفيعة وأهم هذه الأخلاقيات العفة والنزاهة سيمن عليك ربك الكريم إن شاء الله بحظك من هذه العاطفة في إطارها الشرعي القويم في بيت الزوجية في بيت الزوجية وليس خارج بيت الزوجية نعم لأن ربنا الكريم لما قال وجعل بينكم مودة ورحمة هذه المودة وتلك الرحمة تكون في بيت الزوجي وهذه البينية في بيت الزوجي ومعنى وجعل بينكم أي وأنشاء بينكم مودة ورحمة بعد أن أخلص كل منكم للطرف الآخر وبعد أن يعني حرص كل طرف على مصلحة وما يحبه الآخر وكان حريصا على إسعاده ولم يتدخر وسعا وجهدا في إسعاد الطرف الآخر إذا دخلنا الحياة الزوجية بهذه النفسية وقد أضمرنا الإخلاص لبعضنا أبشروا أبشروا بإذن الله بأعلى درجات المودة والرحمة وإيه وبأسلوب أرقى وبرعاية الإسلام من الإسلام الحنيف وتحت ظلاله حينها إن شاء الله سيمن علينا ربنا بالحب في أرقى درجاته وأسمى معانيه وليس بهذه الصور الهمجية التي تسمعون عنها في المسلسلات وفي الأفلام دا كلام فاضي كلام فاضي وتأتي إحدهن بشعرها وهو على الهواء مباشرة على الشاشة وتقول لابد أن يسبق الزواج أل بإيه بقصة حب يا أولي اتق الله حرم عليك حرم عليك خدعت البنات بسبب هذه العبارات الخداعة والله ليس هذا من المنطق في شيء كانت هناك ميول طبيعية ماشي ماشي تؤدي بإذن الله إلى زواج شرعي محترم على بركة الله لكن أي ممارسات أي ممارسات قبل العقد حتى ولو بعبارات العواطف أنا أقول لبناتي هذه تنازلات تؤدي في النهاية إلى فشل ذريع بل ربما حتى وإذا تم الزواج بل ربما لمح بها الزوج لزوجته على أنها سقطات وقعت منها ما كان ينبغي أن تقع ويمسك بها من حين لآخر ويلمح إحنا في غينة عن كل هذا إحنا في غينة عن كل هذا ده في سورة في سورة القصص والقرآن يتحدث عن ابنتي الرجل الصالح ماذا يقول قال ما خطبوكما كلمة ونص حكايتكو موقفكو أنا شايفكو عزلت الغنم عن أغنام الرجال ما خطبوكما الرد قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء حتى يعود الرعاء من على الماء ويبقى لنا الماء فنسقي أغنامنا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وزكاة المسألة لفتت نظرك وأبونا شيخ كبير يعني لو كان أبونا قادرا على ساقي الأغنام وراعي الأغنام لجنبنا ذلك لكننا اضطررنا للخروج لأن أبانا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ماذا تلاحظون الإجابة على أد السؤال دون الدخول في تفاصيل أو دون الدخول في عبارات غرامية ولما حتى أرسلها أبوها إليه لدعوته ليكافئه عما قدم لهما فجاءته إحداهم تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يعني الدعوة ليست من قبلي وكان يمكن أن تستغل هذا التكليف وتدعوه بنفسها وإذا حدث ذلك الله يعلم ماذا سيظن فيه صح؟ إن أبي المسألة من البداية هي اعلم بأن الدعوة من قبل من؟ أبي وهذه أمانة أدتها على الوجه الأكمل هكذا يتحدث القرآن عن البنات العفيفات الكريمات وأقول لهن اسمعوا دي كمان مهمة جدا كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الزواج بقدر وبتوقيت وبتوقيت والزوج رزق محدد من قبل الله تبارك وتعالى سيأتي في الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى وسيطرق الباب الباب في الوقت الذي قدره الواحد الوهاب أبشري أبشري لا نقدم تنازلا أبدا أبدا بالمرة وكلمة التنازل هنا معناها إيه أي مخالفة تخالف شرع الله وقيم الإسلام الحنيف الذي أكرمنا الله به لا يجوز مطلقا نحن عندما نخطب لأبنائنا نخطب العفة والنزاهة والكرامة والحياء والبيت الكريم الذي رب أبنائه وبناته من الحلال إذن أريد أن أنصح إخواني ممن هم في سن وممن تجاوز الخنسين انظروا إلى المسألة نظر أخرى انظروا إلى الزوجة على أنها مجموعة قيم قيم تستحق التقدير والاحترام بدلا من إذلالها وإهمالها لاحظ أنك أيضا تقدم بك العمر ولا ينبغي أن تهدر كرامتك على عتبات البنات إلا إذا كانت الضرورة ملحة والظروف فرضت نفسها وما إلى ذلك حينها سيكون الأمر يعني طبعيا وسنلتمس لك حينها عذرا المهم هذه الكريمة رفيقة العمر أيًا كان وضعه وما وصلت إليه من السن والصحة تستحق منك التكريم والحب وأؤكد أعلى درجات الحب وأرقى درجات الحب الحب بعد الخمسين شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخان